بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بصلوات صاحب الغبطة والقداسة أبينا الطبوي المكرم الأنباة ودروس الثاني بابا وبطريارك الكرازة المرقصية بيت محبة الله بالزيتون يقدم من سلسلة مبادئ الحياة الروحية حلقة جديدة وهي الحلقة الرابعة عشرة وعنوانها مراحل الصلاة مرحلة التعود سلسلة مبادئ الحياة الروحية إعداد درامي وإخراج سمير فهلي أبائي وإخوتي وأحبائي في المسيح النهاردة هنكمل الحلقة الأربعة عشر في منهجنا مبادئ في الحياة الروحية وليا حبيبي الحلقة التانية في مراحل الصلاة وفيها بنكمل كلامنا عن الصلاة وأهمية وجود نظام للحياة الروحية وسبعين في المية حبيبي من أسباب النجاح لاستمرار النمو في الحياة الروحية هو النظام الروحي وتمام زي ما بنفكركم كل مرة المنهج متدرج وتراكمي وعملي وممكن الحبيبي تلاقوا باقي الحلقات على موقعنا مبادئ دوت كام م بي اي دي اي تو دوت كام وبنشجعك حبيبي إنك تكمل معنا وفي النهاية هتلاقي هدف نبيل يستحق إنك تعيش من أجله ونسمع يا حبيبي الحلقة الأربعة عشر ألو أيوة إزايك إزايك يا مشيل أهلا إزايك يا بيتر عمل إيه الحمد لله كنت عاوز أقولك على رحلة تابع اجتماع الشباب يوم الخميس اللي جاي ها تحب تيجي معنا لا مش هينفع يا بيتر معلش مش هقدر أصل المعدة دايما أنا بروح في الدير كل أسبوع آه افتكرت دمعاد مقدس عندك طيب نشوفك في مرة تانية صليلنا في الدير سلام صلاة القدسين يا حبيبي ربنا معاكم يا بيتر إن شاء الله رحلة سعيدة ماشي سلام جو حر ليه النهاردة كده أول مرة حس بالزهق والملل كده وأنا رايح لابونا بخوم يلا أحسن من غيرنا كل الشباب دلوقتي ما رهمش حاجة غير النت والفيس ولكن الحمد لله من ساعة ما بدأت في منهج الحياة روحي مع ابونا بخوم وأنا بقيت أحسن كتير من الشباب التافه السطحي ده ما دينش حد يا مشيل مكتوب لا تدينه لكي لا تدانه مش إدانة ولا حاجة هم شباب ضايعين وسطحيين حقيقة اللي غيره يقدر يغيره ومكتوب من أنت يا منت دينه غيرك هو عبد لمولاه قادر أن يقيمه وقادر أن يثبته سلام يا ابونا بخوم سلام ونعم يا مشيل يا ابني أهلا وسهلا يا ايه أخبارك اللي اسبعدة وايه أخبار تدريبات المرة اللي فاتت صراحة بعد ما عرفت أن الصلاة هي حب وإني لما بصلي أنا اللي باخد من ربنا لأنه هو مش محتاج مني حاجة وإني كمان قديس في عين ربنا ده فرق كتير قوي معايا كويس يا ابني لكن حاسس أن الموضوع القطاعي مش كفاية رغم أني بحبه جدا بس حاسس أني عايز أعمل أكتر شوية عايز أنمو شوية عن كده عاوز أعود مع ربنا فترة أطول كده يا مشيل يا ابني إحنا ماشي مظبوط تمام الحمد لله بعد الطفل ما بيكبر مش بيبقى كفاية أنه يلعب مع ابوه بيبقى عاوز يقعد معاه يكلمه في أمور كتير في الدراسة في مشاكله في تعامله مع صحابه إحنا كده برضو يا ابني لما ننمو في حياتنا الروحية حلق إن نفسنا بنحب نقعد مع الله فترة أطول وبشكل منتظم علشان هموم العالم ما تاخدناش وتشغلنا عن ربنا ودي بقى هي المرحلة التانية في مراحل الصلاة يا ابني أيوة أنا بقى عاوز قدسك تشرح لي المرحلة دي يعني بدقة إيه حروبها وإزاي تغلب عليها زي المرة اللي فاتت كده الواحد أما بيكون فاهم الموضوع بيفرق معا كتير شوف يا مشيل يا ابني بعد مرحلة التعلم ولما الواحد يكون أمين في القليل اللي هو الأطاعي والصلوات القصيرة مش بيقدر أبدا يكتفي بكده يا ابني بيلاقي نفسه الواحد وعاوز يقعد مع ربنا أكتر ويخصص وقت ثابت للصلة تمام يا ابني زي شاب لما يقول لولده بابا بابا أنا حاسس أني عايز أعود معاك وقت أكتر نفسي أخد رأيك في حاجات كتير ممكن يا بابا قوي قوي حبيبي في أي وقت ممكن نعود مع بعض ياريتنا حدد وقت ثابت أقعد فيه مع حضرتك كل يوم علشان منساش يا باب شوف إيه الوقت المناسب وأنا فضل نفسي علشان خطرك هو أنا عندي كمينة فلما الواحد ينم في الحب يمشيل هو الواحده هيحب يقعد مع الله أكتر ولما يعرف قيمة ربنا كويس وإن اللهم رحب به وما بيصدق يسمع صوته هو دا اللي بيشجعه إنه يخصص وقت يقعد فيه مع حبيبه السماوي ويلتزم بيه جدا وهو فرحان مش هيحس أبدا يا ابني إن الموضوع هم ولا تعب لكن بيعمله بحريته وهو فرحان مش زي أب ما بيقول لابنه بقول لك يا ولد أنت لازم تيجي كل يوم تقعد معايا في الصبح بدري بس أنا بنام متأخر اليومين دول عشان الامتحانات ممكن لو سمحت تخليها متأخر شوية أو حتى بالليل أنت هتنقل وقت اللي على مزاجك هي المذاكرة أهم مني العفو يا بابا بس دي متحانات سنوية عامة وإنها لازم أذاكر كويس مذاكرة مين مذاكرة مين اللي بتقول عليها الوقت اللي هقولك عليه تلتزم بيه يا إيمة ما فيش فلوس للدروس أبدا وفي الامتحانات هضيعك وعشان الابن عارف إن أبوه عنادي وممكن يعملها فيوافق أبوه على إنه يصحى بدري علشان يقعد معاه زي ما هو طالب علشان ياخد فلوس الدروس والامتحانات ويبتقي شر أبوه لحد ما تعد السنوية العامة وبعدين يبقى يعمل اللي هو عايزه أب قاسي وممكن نقول أب أناني الأب ممكن يحب ابنه ويحب يقعد معاه لكن مش بالطريقة دي أبدا يعني شفت بقى يا مشيل الفرق شفت الفرق بين العلاقة المبنية على الفرد والعلاقة المبنية على الحب المرحلة التانية في الصلاة يا مشيل اسمها مرحلة التعود وممكن يكون اسمها أفضل لو قلنا مرحلة الانتظام لأن فيها الواحد بيبدأ يكون عنده فيه نظام سابت للصلاة اللي هو قانون الروح يا ابونا بخوم صح؟ تمام يا ابني تمام بصراح يا ابونا على ما بسمع كلمة قانون بخاف بحس إني في المحكمة مفيش اسم تاني طيب لكلمة قانون دي فعلا يا مشيل فعلا كلمة قانون كلمة خوف آه يعني مفيش بين أبو وأبوه يا ابني قانون غير قانون الحب بس ممكن نسميه نظام روحي بداية كل نجاح يا ابني هو النظام فعلشان أي عمل ينجح يا ابني بيحتاج لنظام واستمرار في تطبيقه مارس حق السورياني بيقول كل تدبير بغير ثبات ولا مداومة تجده أيضا بغير ثمر ممممم تمام يا ابونا أيوه نفسي يا بقى عندي نظام ثابت في الصلاة كده لكن ازاي يعملو بقى عاوز بقى الخطوات عملية زي ما قدسك معاودني شوف يا مشيل قبل ما نقول ازاي نعمل نظام نعرف ايه اهميته كل ما الواحد يفهم اهميت اللي بيعملو بيعملو بحبه وباكتهاد آه طبعا النظام يا مشيل مهم جدا في كل شيء وهو بداية النجاح الصراحة بقى 70% من النجاح في استمرار نموك في الحياة الروحية هو وجود نظام سابت يمشي لي يا ابني معقول يا ابونا 70% من استمرار النمو في الحياة الروحية النظام السابت ايوا يا ابني النظام السابت هيزبط الجسد والنفس هيبقى فاضل بس انك تنموا بالروح لما يكون الجسد متبرمج على وقت سابت بيقرأ فيه الانجيل ووقت سابت بيصلي فيه مش هيتكسل يا ابني لكن عدم وجود نظام هيخليك كل مرة تصلي فيها تحارب كسل الجسد وتقنعه باهمية الصلاة كما لو انك كده بتصلي الاول مرة اهمية النظام يمشيل تلات حاجات ايوا بيزبط الساعة البيولوجية ويحميك من النسيان والكسل وكمان يحميك من القفزات الروحية هو فكرة عظيمة فكرة ربط الصلاة بالساعة البيولوجية دي بس طيب بقى واحدة واحدة كده لان موضوع النظام ده انا نفسي اتعلمه من زمان اول حاجة في اهمية النظام يمشيل انه هيحميك من النسيان ومن الكسل لما الواحد يكون عنده نظام سابت يا ابني لو اثر فيه هيحس بالتأصير ويبقى سهل انه يصلحه لكن العشوائية تخلي الواحد حتى لو اثر مش هيحس بالتأصير ويفضل في اللي هو فيه لحد ما يضيع مكتوب فيه سفر جمعة صح 3 عدد واحد سليمان الحكيم بيقول لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت تاني حاجة يا ابني في اهمية النظام السابت هو ضبط الساعة البيولوجية ودي حاجة مهمة او يا ابني لضبط النفسية هتخلي مشاعرك مستقرة بشكل كبير جدا بصراحة يا ابونا هو انا بقى ايه مش فاهم الربط ما بين فكرة الصلاة والحياة الروحية والساعة البيولوجية الساعة البيولوجية دي حاجة في الجسم يعني شوف يا مشيلي يا ابني الساعة البيولوجية هي ساعة طبيعية في داخل مخ الانسان تمام بتتبرمج على حسب الامور اللي بتعملها بشكل متكرر كل يوم لما يبقى عندك وقت سابت كل يوم تاكل فيه ايه فكل يوم في وقت الاكل هتلاقي نفسك تقول ايه ده انا جعت انا جعت كده ليه اه اه ده وقت للغدا ماما يا ماما ايه اخبار الاكل يا ماما نجعان خالص لسه يا ابني لسه شوي الاكل لسه عن نار اصبر يا ماما الساعة اتنين دي ساعة مقدسة اصلا على ما تيجي مش ببقى عارفة سيطر على المعدة ماما شوفيلي كده حاجة كلها عسرية حاجة كده عضعت فيها ولما يكون فيه وقت ثابت يا ابني تنام فيه كل يوم في نفس المعد هتلاقي نفسك يا ابني عاوز تنام معاد النوم ده بقى ايه مقدس ايوه لما بييجي مخي بيفصل لو عادة اقعد وقت طويل اوي قلقان علشان عارف انام تاني تمام فعلا موضوع تثبيت معاد لكل حاجة ده شيء مهم جدا وبيزبط الواحد يعني بس عمره ما خطر على بالي انه كمان نعمل كده في موعيد الصلاة تثبيت موعيد النوم يا ابني هو اول خطوة في عمل نظام يديك نفسية مستقرة ويضبط مشاعرك وكده برضه لو مسبت وقت الصلاة والانجيل والقداس هتلاقي نفسك هتعملهم بشكل تلقائي وبنفسية مسترياحة من غير تغصب ولا هم لكن لو مش مسبت وقت كل مرة هتصلي فيها هتجاهد وتتعب مع الجسد كما لو انك يا ابني بتصلي لأول مرة ايوه فعلا ابونا من ساعت ما ثبتت وقت للكتاب المقدس قبل المذاكرة ما بعرفش زاكر غير لما ارى الانجيل في الاول تمام برضو موضوع المسبح العائلي ده ايوه من وقت ما ثبتنا معاد قبل العشاء كل يوم بنصلي مع بعض بعد ما كنا بنتكسف جميل فعلا بقت كده بالتعود خلاص فعلا تثبيت معاد ده حاجة مهمة جدا يا ابونا بخوم شو بقى يا ابني تالت حاجة ايوه النظام السابت هيحفظك من القفزات الروحية قفزات روحية ايوه وهي دي حاجة وحشة يعني ايه طيب قفزات روحية يا ابونا زي ما قولنا قبل كده يا مشيل الشيطان خبيس لما ما يعرفش وقف العربية يدوس بنزين علشان تتقلب او تدخل في حيطها يا ساتر اه يعني يا ابني لما ما يعرفش حربك بالكسل او الملل هيخليك تعمل امور روحية بسرعة واعلى من مستواك علشان تتعب وما تقدرش تكمل يا ابني اللازينة طب انا ححكي لك حكاية يا مشيل فاضل يا ابونا مرة شاب حكى عن نفسه وقال قعدت فترة كبيرة مش بمارس اي رياضة وبعدين قررت اروح الجيم ولما بدأت اروح كنت بالعب اكتر من المعتاد فالكابتن كان بيقول لي واحدة واحدة يا ابني علشان تقدر تستمر لا لا ما تقلقش انا تمام يا كابتن كده غلط على العضلات وكمان مش هتقدر تكمل لكني مكنتش باس مع الكلام وكانت بتاخدني الحماسة والعب بزيادة لكن كلها ايام واتعب جدا وفعلا ما بقدرش اكمل واعد شهور وبعدين تاخدني تياني الحماسة واروح الجيم وكرر نفس الغلط وهلوم مجرة ما تعملش زي كل مرة هتلعب كم يوم وهتتعم لا المرة دي المرة دي مش زي كل مرة لكن في الحقيقة بتبقى زي كل مرة وبعد وقته طويل اتعلمت الدرس ان ما فيش حاجة بتيجي مرة واحدة وكل حاجة عشان تستمر لازم بتاخد وقتها الطبيعي وزي كده تمام يمشيل في الحياة الروحية النظام السابت يخليك تنمو وتستمر من غير ما تحس بالتعب والهم ويحفظك من القفزات اللي مش هتدوم لكن ممكن تضرك وتتعبك ماري سحاء السورياني بيقول إذا ما رأى الشيطان شخصا يسير في نور ذهنه نتيجة تعادل خدمته وأعماله التي يعملها بقياس فإنه حينئذ يحاربه ويحاول أن يفقده اتزانه حتى يجعله إما أن يزيد أو ينقص أحد هذه الأعمال والأمران كلاهما متساويان في ضررهما آه إيه بقى حرب المرحلة دي يا بونا؟ شوف يا مشيل بالرغم أن النظام مهم جدا زي ما شفنا لكن برضو في حروب خطيرة حتحربنا في المرحلة دي في حرب على مستوى الجسد وهي الاكتفاء وحرب على مستوى النفس وهي الفطور والملل وحرب على مستوى الروح وهي المجد الباطل والإدانة أول حرب يا مشيل هي حرب الاكتفاء اكتفاء؟ إزاي اللي اكتفائي بحرب يعني؟ اكتفاء بإيه طيب يا بول؟ اكتفاء بالشكل يبني من غير عمق آه ويتحول النظام الروحي من وسيله للتواصل مع الله لهدف حد ذاته الواحد لما يصلي يفرح انه تمم الفرض والتقص مش انه يكلم أبوه اللي بيحبه وهنا يا ابني الشيطان يبدأ يحربه ويقوله هيه بقيت أحسن من غيرك صلاة وقرية إنجيل ما زي الناس اللي لسه ما يعرفوش حاجة وهديك بتروح الكنيسة بانتظام وكمان بتخدم هتعمل ايه أكتر من كده؟ هتموت نفسك والمرحلة دي بالذات يمشي الخطر جدا على الخدام واللي بيوظبوا على حضور القدسات والاجتماعات ويشاركوا في أنشط الكنيسة يعني معملش ده كله بقى أبونا علشان اتغلب على الاكتفاء خليني يا ابني أكمل لك ما تتوقفش عن الأمور دي يا ابني لأنها وسائط النعمة المشكلة مش فيها يا مشيل لكن المشكلة والخطورة لو إنك اكتفت بالأمور دي وتحولت من وسائط لهدف في حد ذاتها ويعملها الواحد إرضاء للذات والضمير مش علشان حب الله وأبوة الله كده يا ابني حيبقى الواحد شبه الفريسي اللي قال اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الإسبوع وأعشر كل ما أكتنيه فاللي يكتفي يا ابني أنه صلي علشان الناس تشوفه أو علشان يتمم القانون ويبقى كويس قدام نفسه ويرضي ضميره دا يا ابني مش هيوصل أبدا لعلاقة حقيقية مع الله وحيقف عند إرضاء وإعجاب الناس ويفضل جواه عطش وعدم استقرار وعدم سلام واحد من الأباء قال الإنسان في داخله عطش لله الحقيقي الله المحب الله الآب الله الذي خلقه ليعتني به ويهتم به وعندما يكتشف الإنسان ذلك الآب المحب لن تستطيع أي حواجز أو مخاوف أو مشغوليات أن تمنعه أن يتقابل معه كل يوم ليشبع من نبع محبته ويلقي بنفسه في أحضانه فالصلاة الحقيقية يا مشيل زي ما قلنا قبل كده هي علاقة ابن مع ابوه وكلام حب بين صديقه وصديقه مش مجرد شكل وفرد وطقس لو الواحد يا ابني اكتفى بالفرد وتلاوة الألفاظ حيفضل في نص الطريق ومش هيوصل أبدا ويفضل الله بعيد عنه هنا وفي الأبدية طب أنا يا ابني حكي لقصة توضح لك الكلام دا يا مشيل بيتر وبشوي من سهاج وبعد ما خلصوا دراسة الترمي الأول في القاهرة رجبوا القطرة علشان يرجعوا سهاج لكن في الطريق حصلت حاجة غريبة جدا رايح فين يا بيتر؟ نازل يا ابني دي لسه محطة المانيا ما وصلناش محطتنا لسه يا ابني ما أنا عارف يمكن هيشتري حاجة ويجي ولما تأخر بيتر والقطر بدأ يتحرك وقف بشوي على باب القطر وبدأ ينادي ويقول يا بيتر يا بيتر يلا يا ابني بسرعة القطر بيتحرك أنا بحب المانيا المانيا عروس السعيد أنا بحب المانيا أنا بحب المانيا يلا يا بيتر بسرعة بلاش تهريم يا بيتر يا بيتر يا بيتر وأنا بحب المانيا المانيا جاملة وأنا بحب المانيا أنا بحب المانيا أنا بحب المانيا أنا بحب المانيا تفتكر بقى مشل كده حيوصل سهاج حتى لو بعد اسبوع ولا لو بعد سنة مش ممكن طبعا هيفضل طول عمره يقول المين يا جميلة المين يا جميلة ويفضل قعد هناك بقى اهو كده يا ابني زهيلة حيختفي بالنظام وبتكرار الألفاظ ومش بتعامل مع الله كأب وصديق بكل ما تحمله الكلمة من معاني الصداقة والأبوة والحب حيفضل بالرغم من صلاة الكتير تعبان وبعيد عن الله ومحروم من محبته وأبوته ومش هيوصل أبدا للراحة الحقيقية القديس يحنى كورنستادت بيقول تذكر أنك تسير دائما في حضرة الرب يسوع الذي لا يفوقه أحد في الحلاوة وقل لنفسك دائما هود أن أحيا بحيث إن حياتي تصر حبيبي الذي صلب من أجلي على الصليب وفوق كل شيء سأتخذ حبيبي القدوس رفيقا وصديقا لحياتي فسمحني يا مشيلي يا ابني لو كانت الصلاة مجرد فروض وألفاظ باكتفي بتلوتها علشان الله يرضى علي حيكون الإله ده بالنسبة لي صعب ومتعب وسمحني يا ابني وأناني ما يهموش غير طقوسه وفروضه لكن ربنا غير كده خالص حبيبي ومع الوقت يا ابني حيسيطر عليه الخوف منه وحيصلي علشان يتقي شره أو علشان ياخد منه مصلحته لكن الحقيقة يا ابني بيبقى جواها إحساس بالقهر والزل وفي أقرب وقت لو حيقدر يبيعه حيبيعه ويسترايح من عبوديته لله وده يا حبيبي من أهم أسباب الإلحاد بين الشباب لأيام دي boom كلام خطير وبصراحة كلام صريح برضو يا ابونا معلش يا مشيلي هي دي الحقيقة يا ابني كل اللي بيكتفي بالصلاة كفرد وطقس لازم يمرسه علشان الله يرضى عليه هو ده حاله سواء عارف كده او معرفش اللي مش هيفهم ان الصلاة حاجة لمصلحته وانه هو اللي محتاج ليها وبيعملها بحريته الكاملة هتفضل فيه هو كبيرة بينه وبين الله وحتفضل الصلاة هم وتعب مش حب وفرح الصلاة يا ابني هي علاقة حب ابن مع ابوه صديق مع صديقه الابن يا ابني بيطلب ويقول بابا بابا ايوة يا حبيبي ايوة يا حبيبي ايوة الصلاة هي لقاء بين حبيبين يا مشيل الصلاة هي حوار بين صديقين الصلاة هي تحويل الوقت الزمني الى الابدية وبالصلاة انا باخد مش بدي الله مش محتاج مني حاجة يا ابني اسمع اللي بيقوله الكتاب المقدس عن الصلاة في سفر إشعياء إصحاح 65 عدد 24 إشعياء النبي بيقول وَيَكُونُ أَنِّي قَبْلَ مَا يَدْعُونَ أَنَا أُجِيبُ وَفِي مَا هُمْ يَتَكَلَّمُونَ بَعْدُ أَنَا أَسْمَعُ يعني الله يا ابني الله بيقول قبل ما يطلبوا أنا بستجيب وهم لسه بيتكلموا بكون سمعت صلاتهم وفي مزمور 145 عدد 19 زي ما هو موجود في الترجمة الإبطية معلمنا داود النبي بيقول الرب يصنع إرادة خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم يعني الرب بنفسه هو اللي بيصنع إرادة خائفيه مش خائفيه هم اللي بيصنعوا إرادته بس إيه للتضاع ده إيه الاتضاع الجميل ده يا ابني وكمان رب المجد يسوع المسيح بيقول في إنجيل معلمنا يحنى إصحاح 16 عدد 24 بيقول إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا يعني الرب يسوع بيقول محتاج إيه يا حبيبي اطلب يا ابني عشان تاخل فتفرح أخذ ابنه لمحل حلويات وقال له بعاطف وحب تحب نشتري إيه النهاردة إحنا معانا فلوس كتير اختر الحاجة اللي انت بتحبها وأنا هجبها لك شفت قد إيه يا ابني جمال الصلاة وحلوة الصلاة وإيه فايدة الصلاة بعد ده كله اللي مش هيصلي هو اللي حيخسر يفضل يا ابني عايش في فقر على طول الشياطين تمزقه والديقات تتعبه وشهوات العالم تمرر حياته اللي حيصلي يا ابني واكتفي بتلاوة الألفاظ من غير فهم مش هيستمتع وتفضل بالنسبة له الصلاة هم وتعب وواجب ما يصدق إنه يخلص منه ويفضل محروم من حب الله وبوته بالرغم من تعبه في صلاوات كتيرة وتقوس وفروض بلا معنى ياه ياه يا ربي ايش طويل قوي غريب عنك كل صلاطي كانت علشان اتأمم الفرض وكمل التقص وبقى مبسوط بنفسي وضميري مرتاح ما صدق إن الصلاة تخلص زي ما تكون واجب أو هم عاوز أخلص منه لكن أبوة وحب وفرح اتحرمت من ده كل سنين سمحني يا رب على جهة ليه بحبك وبطيبة قلبك عيشت كأني مش مسيحي هي ايه المسيحية غير قبوتك وحبك أنا عاوز أحبك بجد يا رب عايز أحب أتكلم معاك وأشتقل الكلام معاك زي ما باشتقل الكلام مع أهلي وصحابي افتقد يا رب كل واحد لسه بعيد عن أبوتك ومحبتك يا رب يسوع طلع إنه أكتفي بالصلاة كتقصو أداء واجب حاجة صعبة جدا يا بون حاجة تضيع بجد طيب إزاي أتغلب عن الاجتفاق بخطوات عملية بقى شوف يا ابني علشان تتغلب على الاجتفاق ضروري تصدق إن الله بيسمع كل كلمة بتقولها كتير يا ابني بنكون مش مصدقين إننا لما بنكلم الله بيبقى مركز معانا ولا بيسمع ولا كلمة بنقولها ويهتم بيها ده يا ابني بيخلينا نصلي من غير تركيز أو من غير اهتمام ما هو بصراحة حاجة صعبة تخيلها يعني هل فعلا الله بيكون مركز في كل كلمة بقولها؟ أكيد يا ابني كل كلمة بتقولها الله بيكون سمعها ومهتم بيها طيب إنت لما بتصلي بتكلم مين؟ بتكلم الهوى؟ ولو الله بيسمع الصلاة وهو مش مركز معانا حيحصل إيه؟ طيب حنصلي ليه؟ هل ممكن أب يقول لابنه؟ مجرى إيه يا ولد يا مينة؟ أنت مش بتيجي تتكلم معايا ليه؟ أنا نفس أتكلم معاك يا بابا بس شايفك مشغول مع ناس كتير مشغول؟ مشغول؟ يعني يا مشغول؟ أنت تيجي تتكلم معايا سواء بس معك أو لا؟ المهم أنك تشكرني وتكرمني يلا أبدأ يلا أشكرك أيها الأب المبجل وأعترف بفضلك علي فأنت أب عظيم وكريم إيه؟ سيجنت ليه يا ولد؟ هو ده آخرك شوف بقى مين اللي ههديك المصروف ولا ههديك فلوس الدرس شوف بقى لا 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 هكمل هكمل تفتكر بقى يا مشغول ده أب؟ ولا كده الإبنة هيحب أبوه أو حتى يحترمه؟ ده أب مجنون فعلا ده المفروض هيكرهه ويقول في نفسه إيه ده أبوه مش عائل أمثلتك صعبة أو يا بونا بس أمثلة حلوة ووقعية فإحنا يا ابني لو ما صدقناش إن الله بتهمه كل كلمة وبيركز معانا في كل كلمة بنقولها إحنا كده يا ابني بنهينا الله سامحني حاشا اللي بيعمل كده يا ابني كأنه بيعبد الأوسان وتكون صلاته بطلة من غير فعالية معقولة كده يا بونا طبعا اللي مش بيركز في الكلام ويفهم معناه صلاته بطلة ده كلام الإنجيل يا ابني مش كلامي مكتوب في إنجيل معلمنا متى صحى خمستاشر آية تسعة يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتي وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني فالله يا ابني مش بيهمه شوية كلام تقولهم من غير فهم هو مش محتاج كلام يا حبيبي هو عاوز أبناء يثقوا فيه ويقبالوا حبه علشان كده التلميذ لما قالوا لرب المجد يسوع المسيح يارب علمنا المصلي كما علم يوحن تلميذة الرب يسوع علهم متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات هي دي بداية كل صلاة يا ابني وأساس العلاقة مع الله علاقة أب أب محب ضروري يا ابني نكون مركزين في كل كلمة بنقولها ونكون فاهمينها طب قولي هل ممكن ابني يقول في نفسه علشان بابا يرضى علي ويديني المصروف لازم راضي بأي كلمتين بقين حلوين كده يلا بابا بابا عاوز أتكلم مع حضرتك شوية تفضلي حبيبي كويس مش واخد باله أقول له أي حاجة كده قبل ما نام طب بقى تجاعد هناك ياه الحمد لله خلصنا ننام كده بقى بكرة دماننا المصروف هل دي ممكن تبقى علاقة ابن مع أبوه؟ هل كده الابن بيحب أبوه أو حتى بيحترمه؟ فعلا دي مش علاقة أبدا ده لا حب ولا احترام ولا أي حاجة كده بيضحك على أبوه بيستهين بيه هو ده بقى يا ابني حال كل شخص بيصلي كلام وهو مش فهمه ده حال كل اللي بيكتفي بالطقس والشكل ففي مرحلة التعود حنتحارب كتير أو يا ابني بالاكتفاء بتكرار الكلام وإننا نتلو ألفاظ من غير تركيز في المعالي وخصوصا لو بنقول الكلام كل يوم بشكل متكرر فعلا يا ابوه فيه أوقات كتير باجي أقول مزمور أوصل لآخره وعقلي سرحان حتى أبنا اللذي في أوقات كتير بقوله أنا مش مركز فألاقي نفس اللي أخبطت فيها أو ماين من الأول مش عارف إيه الحل أقول لك يا ميشيل يا ابني ضروري تدرك أن الله بيهم الكيف مش الكم يعني مش لما تقول كتير تاخد حسنات كتير لكن المهم يا ابني أن الكلام اللي بتقوله تكون بتقصده فعلا وبتفكر فيه مش مجرد كمية ألفاظ بتقولها علشان الله يرضى عليك وتاخد بركة كبيرة وحسنات كتيرة الله يمشيل يا ابني مش عاوز كلام من غير فهم الله عاوز شخص عاقل مش إنسان آلي بيردد كلام بلسانه وزهنه في مكان تاني خالص زي تمام يا ابني ما هو مكتوب في سفر إشعياء النبي أصحح 29 عدد 13 إشعياء النبي بيقول فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عني وصارت مخافتهم مني وصيتنا فالله يمشيل عاوز إنسان بإرادته الكاملة حابب يكلمه مش مجبر على عبادته زي ما قلنا قبل كده يا ابني إن الوصية الأولى والعظمة هي أيوة أقول لنا أبونا اتفضل تحب الرب إلهك تمام الله يا ابني عاوزك تحبه مش تخافه وتترعب منه الألفاظ وحدها مش هي دليل الحب طبعا ممكن يا ابني شخص يكون بيقول كلام كله حب لكنه مجرد كلام ممكن كلام كدب كلام تمثيل كلام مصلحة كلام تعود فمن غير يا ابني ما يكون الواحد فاهم وقاصد الكلام اللي بيقوله صلاته حتكون ملهاش أي معنى أبدا القديس العظيم يحنى كورنستادد بيقول كلام خطير جدا عن الموضوع ده بيقول إن من يطلو صلواته بتسرع وهو مغلوب من كسله ونعاس جسده دون أن يتفهم معاني الكلمات في قلبه ويتحسس روحها بمشاعره وابدانه لا يخدم الله بل يرضي نفسه ويسكت ضميره هذه ليست صلاة لكنها ضرب من الكذب ومخاتلة الله فلما تصلي بالمزامير يا ابني اعرف إنك حتتحارب بالاكتفاء بطلاوة الألفاظ فحاول حاول بكل جهدك إنك تركز وتفهم معنى كل كلمة بتقولها ولما ترنم يا مشيل أو تقول لحن اعرف إنك حتتحارب بالاكتفاء بالمشاعر أنت مش بتسمع مجرد موسيقى ولا بتقول أغنية من أغاني العالم لكن ركز يا ابني ركز إن يكون زهنك مركز في معنى كل كلمة وتوجه مشاعرك للمسيح إيه الفايدة بقى إنك تقول لحن جميل أو تقول ترنيمة رائعة وإنت مش فاهم إيه معناها ولا مركز فيها فعلا يا ابونا فيه أوقات كتير بأسمع ترنيم كل اللي بستفيده مجرد مشاعر تمام يعني هي المشاعر حلوة بس مش لوحدها يعني أسمع اللحنة وأكون مش فاهم حاجة لكن أهو بطبسط باللحن طب إيه الحل في الموضوع ده يا ابونا أقول لك يا حبيبي زي ما اتفقنا يا مشيل لازم يا ابني تعرف إن اللي بيهم الله إنك تكون مركز وإنت بتكلمه وإن كل كلمة بتبقى فاهمها مش بس مجرد كلام بتتلوه أو مشاعر بتتأثر بيها أو أداء تقوله مظبوط وخلاص بس أفكاري بتتشتت كتير أنا بصلي حتى لما بحب أركز كتير مش بقدر مش بقدر أبقى مركز حتى في كل كلمة بقولها ده حتى فيه ساعات يعني كلام بيبقى صعب فهمه في اللغة فبنقوله طب كده بقى بطل صلاة ولا أعمل إيه يا ابونا يا ابني طبيعي إنك في بداية حياتك الروحية حتتحارب بتشتت الفكري كتير جدا وزي ما قلنا يا حبيبي الحرب بالخطية مش خطية فكلنا يا ابني ما دمنا في الجسد حنتحارب بتشتت الفكر لكن المهم يا مشيل ما نرضاش به ولما تيجي تسرح أو تتشتت صلي وقول نجيني يا رب من التشتت وخليني أركز معاك وأفهم كل كلمة بقولها لك يا رب يا رب يا ياسوع القديس يحنى الدرجي بيقول كلام رائع قوي عن تشتت الفكر بيقول داوم الجهاد مع الفكر وكلما شرد منك هنا وهناك رده واجمعه والله لا يطلب من الذين لا زالوا تحت الطاعة أن يقدموا صلاة خالية من كل شرود أو تشدد فلا تيأس حينما ينخاطف منك الفكر ويشرد بعيداً بل اثبت اثبت هادئاً واستدعي بإلحاح وبلا انقطاع ليعود إلى ذاته أما انتباه العقل التام الذي لا ينقطع قط عن تمجيد الله فهو يليق بالملائكة فقط ممكن في صلوات الأجبية أو الترانيم أعرف أركز في المعاني لكن في الألحان فيه أوقات مش بابقى عارف معناها أصلاً بالإبطي خصوصاً الألحان الطويلة كمان أعمل إيه؟ أقولك يا حبيبي فيه طريقة جميلة جداً أمشيل كان دايماً بيعلمها واحد من الأباء المباركين لشعبه علشان الناس تستفيد من الألحان كان دايماً يقولهم عشان الواحد يستفيد من الألحان وما يسرحش أو يبقاعد مش فاهم يعمل حاكتين كل ما الشمام سيقوله أنت تمجد المسيح يا ابن وتشكره وتقول المجد ليك يا رب يسوع المسيح قدوس اسمك يا رب ليك كل المجد يا يسوع ولما الشمام سيقوله أنت تفتكر خطياتك وتوب عنها وتطلب إن ربنا يحررك منها وتقول سمحني يا رب على خطياتك حررني يا رب يسوع حررني من الأفكار الشريرة ومن كل عادة شريرة حررني يا رب حررني يا يسوع هي طريقة جميلة فعلا وعملية بدل الواحد ما يمل ويزهق وهو بيسمع اللحن يصلي ويمجد المسيح حتى لو بكلام تاني غير اللحن اللي بيتقال أول حرب في مرحلة التعود هي الاكتفاء تمام أيوة أتغلب عليها بالتركيز على المعاني مش مجرد التلاوة تمام يا ابني تمام الحرب التانية بقى يا أبونا في مرحلة التعود هي إيه؟ أقول لك يا مشيل الحرب التانية لمرحلة التعود يمشي بتبقى على مستوى النفس وهي حرب غياب المشاعر وتبلد الأحاسيس حتلاقي مشاعر الفرح اللي كنت بتلاقيها في بداية الحياة الروحية بدأت تغيب وتحس انك بتصلي بتبلد والكلام منتش حسس بيه مش المفروض لما أبدأ أنمو في الحياة الروحية تزيد مشاعر الفرح والإحساس بحب الله؟ فيه ثلاث أسباب لغياب المشاعر والأحاسيس في المرحلة دي أول سبب يا ابني هو احتمال يكون فيه جروح من الماضي في العلاقة مع الأب معقولة العلاقة مع الأب ممكن تكون مؤسرة للدرجة دي حتى على الصلاة؟ أيوة يا ابني لما الواحد يبقى عنده تعب في علاقته مع أبوه الأرضي أو ملقاش حنان وحب في علاقته معاه لجفاءه أو لمشغوليته أو لعدم تواجده لأي سبب كل ما ييجي صلي يا ابني ويقول أبانا من غير ما يدري تنعكس الصورة الموجودة في الكيان الداخلي عن أبوه الأرضي على الله يا لهوي آه فيشعر بجفاف المشاعر وتبلد الأحسيس تمام يا ابني زي ما يكون واحد بيخاف من الأطط لو حد قال له خلي بالك خلي بالك في قطة جنبك إيه 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 ما يا لخوفت ليه دي قطة صغيرة زمان وانا صغير كنت بلعب مع قطة وخربشتني ومن ساعتها وانا بترعب منهم بسم الصليب بسم الصليب بسم الصليب طيب بقى لو حد فعلا عدى بحاجة زي كده يعني ابونا ملاقاش حنان وحب من ابوه ابوه كان حد صعب او شخص جاف فمعندوش مشاعر او مش موجود يعني يتصرف ازاي هيفضل عايش كده بفوتور وطعب مع اللاته لعمره الله يا مشيل لما حب يوصف محبته لينا حاول يقرب هلنا بامثلة كتيرة اوي يا ابني علشان ما فيش مثل واحد يقدر يوصف محبته لينا بشكل كامل طبعا هو قال ان في محبته لينا زي الاب الابنه تمام ده حصل في كلامه في سفر التسنية اصحاح واحد اية واحد وثلاثين موسى النبي قال حملك الرب الاهك كما يحمل الانسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم الى هذا المكان وفي العاد الجديد يا ابني قال لما تصلوا اقولوا ابانا الذي لكن لان صورة الاب ممكن تكون ملازم ليها بعض الجروح او الفطور فقال انه احن من الام وحتى يا ابني لو الام نسيت هو مش ممكن ابدا ينسى قال لنا في سفر اشعياء صحح تسعة واربعين عدد خمستاشر قال هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وانا لا انساك والله مش بس مش حينسانا ده قال ان زي الامة ما بتحمل طفلها وتدلعه الله بنفسه بيحملنا على الايادي ويدللنا على الاقدام فاللي اتحرب من التدليل وهو طفل الله بنفسه بيدلله زي طفل صغير في سفر اشعياء صحح ستة وستين عدد اتناشر بيقول على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون وكمان يا ابني ممكن تكون صورة الام برضو متعبة او فيها قسوة الله قال انه حبيب ملوش مسيل في العهد الجديد بيقول رب المجد يسوع المسيح في انجيل معلمنا يبحاننا اسحح خمستاشر عبد خمستاشر بيقول قد سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي الله كلام مشجع ورائع يا ابونا لكن لو في حد تعبان من ابوه كده هيتعب كل ما يجي يصلي ابنا الذي في السماوات تمام والصلاة تبقى بالنسبة له ومصدر تعب مش راحة مش كده برضو دي حصلت يا ابني في قصة حقيقية حصلت مع شاب قال فيها في وقت من اوقات حياتي بدأت اقرب من ربنا وبدأت اصلي وقرأ في الانجيل لكن فضل جوايا فطور وتعب وقلم كنت كل ما اجي يصلي ابانا الذي في السماوات حس بتعب وقلم علشان صورة الماضي المتعبة بتاعت والدي اصلي كان صعب قوي معايا ففضلت تعبان وحاسس بفطور في الصلاة وقت طويل حد ما قعدت مع اب مبارك اداني تدريب غير الصورة دي بالنسبة لي وقال لي الله يا ابني احني من كل اب ومن كل ام وكل صديق وهو حبيب ملوش مسيل والحد ما صورة الماضي تتحسن لما تصلي ما تقولش ابانا اللازي في السماوات امه لاقول ايه يا ابونا قول حبيبي اللازي في السماوات واستبدل كل كلمة اب بصلاتك بكلمة حبيبي فالله حبيب ما فيه زي وحبيب ابدا ومن الوقت ده بدأت حياتي تتغير وبدأت اشعر بحب الله وحنانه اللي ملوش مثيل لا من اب ولا من ام ولا من صديق تدريب رائع ابونا هيفرق فعلا مع كل واحد عنده صورة الاب او الام متعبة او لأي شخص ملوش صديق وحسس انه وحيد فيش تدريب سهل كمان يا ابونا يزود محبة المسيح جوايا زي كده ينجيني من الفطور وتبلد الاحاسيس والمشاعر فيه يا ابني فيه تدريب بسيط وعملي يزود محبة المسيح جواك ومع الوقت لو استمرت فيه حتنمو في محبة الله بشكل عميق التدريب اسمه صلاة يا رب يا حبيبي صلاة يا رب يا حبيبي اسمها جميل طب هي ايه الصلاة دي يا ابونا دي المدة شهر يا ابني ايه كل يوم في الصبح وانت لسه في السرير قبل ما تفتح عينيك قول تلت جمل تقول صباح الخير يا رب يا حبيبي وحشتني يا رب يا حبيبي برك في اليوم النهاردة يا رب يا حبيبي وبالليل وانت في السرير قبل ما تنام تقول سمحني ان كنت زعلتك النهاردة يا الله يا حبيبي خلي بالك مني وانا نايم يا الهي يا حبيبي تسبح على خير يا حبيبي فلما تكرر كتير كلمة يا رب يا حبيبي مع الوقت تحت تغير السورة المطعبة بتاعت الماضي جواك وتبدأ علاقة جديدة مع حبيب ملوش مسيل لا في الأرض ولا في السماء وتعيش السماء على الأرض مع الله اللي كله محبة فيه تشبيه فوق الرائع يا ابني عن حب الله لينا موجود في 0 ارمية أيوة لهو ايه بقى انت عارف يا ابني ايه يا المنطقة لا يا ابون شوف سمعناها كتير قوي في الانجيل بس يعني مش عارفها قوي برضو ايه هي المنطقة يا ابون المنطقة يا مشيل زي حزام كبير بيشدوا العسكري أو العامل على وسطه اه القايش ايوة بيشدوا يا ابني علشان يساعدوا في العمل بتكون ملتصقة جدا بجسم الانسان فالله لما حب يوصف حبه الشديد لينا قال في 0 ارمية اصحح 13 عدد 11 قال لانه كما تلتصق المنطقة بحقوي الانسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت اسرائيل وكل بيت يهوذا يقول الرب ليكون لي شعبا واسما وفخرا ومجدا الله بيقول يا ابني زي ما المنطقة بتلتصق بشدة بحقوي الانسان اللي هو وسطه يعني ايوة زي كده أنا تمام ألصقتكم بنفسي يعني الله بيقول لكل واحد فينا انا بحبك جدا زي ما يكون ليك صديق من ايام الطفولة ما شفتوش من خمسين سنة لما تشوفوا هتاخدوا بالاخضان طبعا الله بيقول انا باخدكم في حضني بشدة بحب ملوش مسيل ابدا حب ملوش مسيل فعلا يا بون ايوة حبك ملوش مسيل يا حبيبي يا يسوع يا حبيبي يا يسوع انت أحن من كل أب ومن كل أم ومن أي صديق طبعا انت قرأي بقوي يا حبيبي يا يسوع بس الواحد يحس بكلمة حبيبي يا يسوع دي تعال وصلح الصغر المشبهة جوايا عنك يا حبيبي يا يسوع سواء صغر عن الأب أو عن الأم أو خليني يعرفك بشكل حقيقي أعرف حبك أكتر وحسه أعرف طيبة قلبك قد إيه أنا غالي عندك محدش هيقدر يعرفني كده غيرك غيرك انت يا حبيبي يا يسوع الله كلمة حلبة قوي من النهاردة مش هقول لك غير يا حبيبي يا يسوع بصلي من أجل كل شخص مش حسس بحبك وحسس بفتور في علاقته بيك سواء بقى نتيجي التربية أو صور متعبة عن الأب أو الأم أين كان السبب تعال يا رب وحل في قلوبه ومحسسهم بحبك خليهم يقبلوا حبك يا رب وحنانك يقبلوا حبك ليهم يا حبيبي يا يسوع كده أول سبب للفطور هو صور الماضي المتعبة في التربية خصوصا عن الأب في أسباب تانية للفطور في المرحلة دي السبب التاني يا ابني هو نتيجة طبيعية للنمو الروحي نتيجة طبيعية للنمو الروحي أيوة إزاي المفروض لما نمو روحيا تزيد المشاعر مش تقل قبل ما تبدأ حياة روحية حقيقية مع الله يعني قبل ما تدرك إنك ابن وكديس ومهم قدامه مش بيبقى فيه مشاعر تمامة امتجاه الله وبتبقى الحياة الروحية يا ابني هم وفرض بعد الإدراك بتفرح جدا بإمتك وبحب المسيح ليك لكن بعد فترة تبدأ تتحارب بغياب المشاعر والفطور طيب إيه الفرق بين غياب المشاعر والفطور في المرحلة دي وبين الزهق والملل اللي تكلمنا عليهم المرة اللي فاتت تمام كده يا مشيل كويس قوي إنك مركز معايا الحمد لله غياب المشاعر في المرحلة الأولى بيبقى نتيجة لعدم الإدراك الواحد يا ابني بيكون مش مدرك لمعنى الصلاة ولا فعليتها ولا قمته في عين الله وما بيبقاش عاوز يصلي على مستوى الإرادة لكن في المرحلة دي بيبقى الواحد مدرك لمعنى الصلاة وفعليتها وعاوز يصلي ونفسه يصلي بس مش بيبقى قادر بيبقى حاسس بخموله وكسل صعب جدا ومش بيبقى قادر يقوله ولا كلمة واحدة ولو قال بتبقى مشاعره غيبة ومتبلدة ايه ده يا ابونا انت بتوصف الحالة اللي بحس بيها فعلا بالزبط طب معلش بقى ازاي قرفت كده معقوله قدسك عدت بالمرحلة دي دي مرحلة يا ابني بيعد فيها كل واحد بيمشي في الطريق الروحي وصفها لنا الأباء بالتفصيل يا سلام اه خصوصا مارس حق السورياني ودي شبه الطفل لما يبدأ يروح المدرسة في البداية يقولوله يلا يا حبيب يلا يلا علشان نروح المدرسة مش عاوزة روح مش بحب المدرسة يلا روح وانا هجيب لك شوكولاتة وحاجات حلوة كتير يلا ممكن شوكولاتة ومصاصة وانا هروح المدرسة حاضر هجيب لك شوكولاتة ومصاصة وكمان شبسي انت تأمر يا حبيبي ويحيلوا في الطفل لحد ما يروح المدرسة لكن لما يكبر ويروح الجامعة مش علشان الشوكولاتة لا لكن عشان عارف اهمية التعليم وعاوز يبقى حاجة كويسة في المجتمع في بداية حياته الروحية بتبقى مشاعر الطفولة مساعد كبير اول النمو لكن بعد النمو بيبقى الحب الماضج ومعرفة الله هو الدافع للاستمرار قدسنا العظيم القديس ابو مقار الكبير بيقول قمة كل شعي صالح وتاغ كافة التدبيرات المتقنة هو الإدمان على الصلاة لأن بواسطتها ننال باقي الفضائل إن طلبناها من الله بصبر كل يوم لأن الذي يغصب نفسه على الصلاة كل يوم حتى يدمن عليها ويكرم محبة الله في كل شيء فإنه يحصل على حرارة المحبة الإلهية حتى يتقدم بها ويوهب نعمة الروح القدس يعني أنا في المرحلة دي أعمل إيه؟ لو غابت المشاعر أصلي مجرد كلام كده ولا أبطل صلاة لحد ما ترجع المشاعر ولا إيه يعني؟ لما دغيب المشاعر يا مشيل يا ابني ما تتوقفش عن الصلاة كمل صلاتك وخليك أمين فيها وبعد فترة هترجع لك المشاعر بشكل مستقر وثابت أكتر من الأول يعني هترجع المشاعر تاني مش هنفضل كده طول العمر الحمد لله اتطمن يا مشيل الحياة الروحية يا ابني كلها مشاعر هي مبنية على الحب أصلا الله هو محبة والعلاقة اللي حدوم وتنمو معاه هي حبه لينا وحبنا ليه لكن أصبر واللي بيصبر يا ابني هو اللي بينول طيب ما ربنا يدينا المشاعر على طول ليه لازم نعدي بفترة غياب المشاعر دي يعني؟ فترة غياب المشاعر يا مشيل بتبقى حرب تباعية من الشيطان الحرب في المرحلة الأولى بتكون مركزة على عدم الإدراك وعدم فهم قيمتنا وعدم فهم معنى الصلاة لكن بعد الإدراك الحرب بتكون مركزة على المشاعر كما إن غياب المشاعر بيبقى فايدة كبيرة لنا في علاقتنا مع الله لا 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 بقى كده بقى بص بقى بنا بقى إزاي غياب المشاعر يبقى فايدة وكمان كبيرة في علاقتنا مع الله أيوة يا ابني وأقول لك علاقتنا مع الله يا مشيل هي علاقة حب مش علاقة مصلحة مش علشان باخد مشاعر فرح وسلام بروح لله وإنما خدتهمش وما لقتش أسيبه وامشي هل أنت يا ابني بتصلي علشان بتكلم الله أبوك وحبيبك ولا بتصلي علشان تاخد شوية مشاعر وتستريح لو اكتفيت يا مشيل إنك تصلي علشان المشاعر كده أنت بتتعامل مع الله زي ما يتعامل المدمن مع المخدر فأنا يا ابني بروح لله مش علشان يديني شوية مشاعر لا مش علشان يديني شوية مشاعر ما لقتهمش أشوف نوع تاني أنا بروح لله يا ابني لأنه هو أبويا وصديقي وحبيبي والحب مش مشاعر المشاعر يا مشيل متغيرة هو كل يوم في حال وما ينفحش الحب بيبقى متغير بتغيره المشاعر بينفحش يا ابني إن شاب لما يرجع من المدرسة تعبان ما يكلمش أبوه ولا أمه فيقولوله ما لك يا حبيبي ما لك يا مين مش بتتكلم ليه في حد يمزع لك أنا هتعبان وزهقان وما ليش نفسي أكلم حد النهاردة يا حبيبي مش لازم تحكي لكن قول حتى مساء الخير لا مساء ولا صباح سبوني في حالي ولما يجي لي نفسي أكلمكو هبقى أكلمكو مفهوم ولا مش مفهوم خلاص مات الكلام هل ممكن يا ابني هل ممكن إن ابني يعمل كده مع أسرته عشان ملوش نفسي أنه يتكلم لا طبعا أكيد هيتكلم حتى لو شوية كلام قليل يعني طيب لما أدخل في مرحلة الفطور وغياب المشاعر دي أعمل إيه بالزبط خطوات عملية يا ابونا أقول لك يا حبيبي لما تتحارب بغياب المشاعر والفطور يا مشيل ما تبطلش أبدا صلاة لكن صلي قليل قليل الواحد لما يكون عيان يا ابني مش بيبقاله نفسي يأكل ولا شاعر بطعم للأكل لكن لازم يأكل حتى لو قليل وزي ما بيتعب الجسد كده برضو بتتعب النفس والله بيفضل يحبنا ويشعر مضعفنا ومش بيطلب مننا أكتر من طائطنا ياه كلام يريح ابونا إن الواحد مقبول باستمرار وإن الله حاسس بتعبه وبيقدر ضعفه طبعا المهم مش التقص والفرد المهم الحب طيب هي إيه الحرب التالت يا ابونا؟ أقول لك يا حبيبي الحرب التالت يا ابني هي حرب على مستوى الروح وهي حرب المجد الباطل والإدانة وفيها الواحد بيبدأ يحس إنه أحسن من غيره وهنا يا ابن الشيطان حيحربك ويقول لك إيه ده إيه ده إيه ده اتحسن طعوبة التمام إيه راية إنجيل كل يجم وصلة بانتظام ما بقتش تفوت لحظة من غير صلاة يعني بقت أحسن من زمان وأحسن من الناس اللي لسه ما بدأوش ربنا ربنا يعينهم فعلى ما يبقى لك نظام ثابت في الصلاة يا ابني وتوازب عليه هتبدأ تتحارب بإنك بتنظر نظرة استعلاء للي لسه مش بيوازبه زيك على الصلاة وتحتقر البعيدين وتفتكر إنك بقيت عظيم بالمقارنة بيهم احذر يا ابني من الحرب دي احذر علشان ما تبعدش عنك النعمة وكمان في المرحلة دي يا مشيل الواحد هيفتكر إنه علشان التزم شوية بالصلاة والتناول وننجيل هتبدأ تحارب الخيالات بإنه بيعمل معجزات ويخرج الشياطين والناس هتمدحه وتطلب صلواته تصدق أبونا فعلا بعض الأوقات كده الأوقات بتاعة أحلام اليقظة دي بتجيلي الخيالات دي فعلا وبتحاربني تخيل إن أنا بتخيل إن أنا بعمل معجزة وبخرج شيطان طيب الواحد يعمل إيه أبونا مع الحاجات الزي دي حاجات صعبة جدا حقول لك قصة يا مشيل اتذكرت في بستان الرهبان مرة راهب مبتدئ ظهر واحد من المتوحدين ولما شافوا إنه ناسج جدا قال له كيف هيك نسك يا أبي انت تحبت خالص مش بالنسك بتكون العلاقة مع الله يا ابني لكن بالحب أول حاجة فبدون محبة المسيح بيكون كل عملنا ملوش أي قيمة حتى لو أكلت الرماد مع الأكل بدون محبة ما يفيدش النسك في حاجة يا ابني إزاي يا أبي إزاي هحكي لك قصة حصلت معايا يا ابني في بداية ميجي هنا للمغارة بدأت أصوم كتير وأعمل مطنيات وصلوات كتيرة وكنت بفرح بنفسي وأقول نشكر الله ميتين مطنيا في اليوم وصيوم يومين يومين كده بقينا تمام أوي أوي وفي يوم شفت رؤية غيرت مجرى حياتي شفت إيه يا أبي شفت إيه شفت إني صعدت للسماء ولما قربت من النور شفت ملايكة وقدسين فقلت انظر يا رب لنسكي انظر يا رب لتعبي وصلواتي فجه صوت وقال أخرجوه خارجا فجم الملايكة وأطولت ثاني وحطوه في إيدي وراموني برا فقمت من النوم وأنا بصوخ سمحني يا رب يسوع سمحني يا رب يسوع وفتحت إيدي وأنا بدور على الثاني لكن ملقيتش حاجة لكن عرفت أني ما كانش فيه محبة الله في الأول فحتى لو أسلمت جسدي لغاية لما يتحرق فأنا ما سوعش أي شيء فاللي حيعتمد على أعماله ذاتية وتعبه يمشيل هو ده حاله كل اللي بيعمله حيكون مرفوض لو ما كانش كل اللي بنعمله في حياتنا الروحية يا ابني علشان علاقة حقيقية مع الله حبيبنا وأبونا حيكون كل اللي بنعمله لا شيء إحنا بنصلي مش عشان نرضى على نفسنا لكن علشان نكلم أبونا وحبيبنا السماوي اللي حيصلي عشان يرضي الناس وياخد كرامة منهم وعلشان الناس يقولوا عنه ده يا ابني مش هتقدم ولا خطوة واحدة في حياته الروحية وحيضيع كل تعب هباء وحيفضل عايش حياة شكلية جوفاء وفي دخل جوع مش ممكن أبدا يشبعه مجد الناس ومدحهم لكن حب المسيح بس ونعمته هو اللي بيشبع بيقول القديس يحنى الدرجي عن اللي بيسعى للمجد الباطل بيقول محب المجد الباطل هو عابد أصنام مؤمن على ما يبدو يمجد الله لكنه يريد أن يرضي الناس وليس الله ياه موضوع خطر قوي موضوع المجد الباطل ده طب لو حد بيتحارب بكده يعمل ايه يعني ولو الحد ضعيف كمان ولسه صغير زي طب يا ابونا نبطل صلاة يعني لا طبعا يا ابني ما نبطلش صلاة لكن الإنسان هنا يعلن ضعفه ويطلب معونة المسيح علشان الله ينجيه من الحرب دي ويقول يا رب نجيني من حرب المجد الباطل مش علشان الناس ومدحهم أرجوك يا رب أرجوك طيب ده عن المجد الباطل الإدانة هعمل فيها ايه؟ لما تتحارب بالإدانة يا ابني زي ما تكلمنا في موضوع السقوط المتكرر قول لنفسك نفتح التفاتر القديمة ما احنا دفنينه ساوى فكل ما نتحارب بالإدانة يا مشيل نفتكر ان لولا نعمة المسيح وستر المسيح علينا وغفرانه لكل خطيانة ما كانش حد أبدا حيمصلنا كان الناس هيحتقرونا فأي نعمة احنا فيها هي نعمة مجانية نشكر ربنا عليها مش نتكبر بيها هم فكرتني بسؤال ابونا من المرة اللي فاتت انت أقنعتني اني قديس علشان انا ابن المسيح القدوس تمام طيب مش كلمة قديس دي تجيب لي كبرياء في حاجتين يا ابني ما يخلوش كلمة قديس تجيب لك اي كبرياء ايوة اول حاجة مع الله مش هينفع تتكبر عليه لانك مش قديس بجهادك وتعبك ده بنعمته ومحبته فعلى العكس كلمة قديس تجيب لك يا ابني اتضاع قدام ربنا زي ما يكون راجل فقير ماشي في الشارع وحده وجه واحد يديله ألف جنيه مرة واحدة حسنة قليلة تمنع بلاو كتير لله حاجة لله يا ابني حاجة لله دي فلوس كتير قوي 200-200-400-500 يا ألف مش معقول يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه دي فلوس كتير قوي ممكن تكون غلط يا بيه دي فلوس كتير لا ده كله على شانك روح ربنا يساعدك شكرا شكرا ربنا يخليك ربنا يقطر من أمثالك يا بيه شكرا شكرا يا بيه ربنا يخليك تفتكر الرجل الفقير ده لما يشوف الرجل الغني ممكن يتكبر عليه لا طبعا هيشكره جدا هيبقى طبعا بيعترف بفضله عليه يعني واحنا يا ابني خدنا نعمة المسيح ببلاش بعد ما كنا عبيد خلانا أبناء بعد ما كنا أنجاس بخطايا العالم خلانا قديسين بدمه الطاهر فكل ما نفتكر كده يا ابني بنشعر بالشكر وبالمتنان والواحد مش ممكن يتكبر على الله طبعا لكن ممكن برضو يتكبر على الناس أنه أصبح قديس وهم لأ ودي يا ابني تاني حاجة ما تخليكش تتكبر وهي أنك مش قديس لوحدك المسيح قدس كل البشرية كل الناس ليهم إمكانية القداسة فيه اللي بيصدق ويقبل كده وفيه اللي بيفضل عايش عبد الإبليس وشايف نفسه نجس طول عمره فليصدق أنه قديس وسبق زارة العالم مش ممكن أبداً حيتكبر على إخواته لكن حيعطف عليهم ويحبهم ويساعدهم أنهم يرجعوا للأصر هما كمان ومش ممكن أبداً يحتقرهم قرية فقيرة كان فيها شاب هاجر لأمريكا وبعد خمستاشر سنة رجع يزور أهله قال لهم إيه ده؟ دي عيشة؟ إيه القذورات دي؟ أنتو أنتو عايشين إزاي كده؟ شوف إزاي شوف إزاي بيحتقر إخواته ده نسي أصله ده مش نسي أصله هو كده ما عندوس أصل أبداً أبداً ما ينفحش يا ابني علشان شخص بقى غني يحتقر إخواته ويستهزق بيهم المفروض أنه يعطف عليهم ويساعدهم المفروض أيوة فاللي يصدق أنه قديس مش ممكن يتكبر أبداً يمشيل لكن علامة أنه قديس بجد هو اتضاعه محبته لإخواته وأنه بيبقى شبه أبوه يعني يبقى وديع ومتواضع ويحب أن إخواته يعرفوا أنه هم كمان قديسين ويقول لهم تعالوا تعالوا للمسيح المسيح بيحبكم مهما كانت ضعفاتكم وخطياكم تعالوا أنتم قديسين بدمه المسيح طهرنا كلنا كلنا مقبولين كلنا محبوبين عنده وقديسين في عينيه تعالوا للمسيح تعالوا تعالوا ويساعدك على عمل الاتزان ده يمشيل هو قانون الاتزان الروحي قانون الاتزان الروحي تمام هو إيه ده بقى يا ابونا قانون الاتزان الروحي يا ابني بيقول أنا لا شيء لكن في المسيح أستطيع كل شيء فلما يجي الشيطان يحربك بضعفك وخطياك ويقول لك تعالى لتعلالي تعالى لتعلالي نسيت خطياك خطياك بتاعت ابتدائي بتاعت اعدادي هتعمل لي فيها أديس أو طاهر انسى انت نجس نجس قل له دم المسيح طهرني من كل خطية من كل خطية خلاص طبيعة اتغيرت أنا بقيت قديس ولما يجي الشيطان يحربك بالإدانة أو بالكبرياء ويقولك خلاص بقيت قديس يا عم من قدك مين زيك مين صلاة وصوم ومطنيات ده انت شوية وهتعمل معجزات معجزات ايه؟ ده انت فضلك شوية وتنور بالليل هتنور بالليل بالليل هتنور هتنور بالليل 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 قل له احنا ماشيين بسطر رب المجد يسوع المسيح نفتح الدفاتر القديمة دلولة نعمة المسيح كنا ضاعنا من زمان وفي الغالب اللي بيدين بيبقى جواه خطية عاوز يداري عليها بإدانته للناس اه اقولك مرة يا ابني كان فيه شاب باسمه بيتر كان عنده مرض جلدي صعب جدا لكن كان دايما بيلبس ملابس جميلة علشان يداري علي مرضه وكان دايما ينطق الشكل اصحابه بسبب حب الشباب لكن لما راح يوم في الكشف الطبي علشان يدخل الجيش قالوله يلا كل واحد يخلع هدومه ويفضل بهدومه الداخلية بس عشان تدخله عالكشف الطبي يلا هواني هواني ماينفعش اكشفك ده واني لابس خلاجاتي طبعا ماينفعش اخلع هدومك يا مواطن زي زميلة وخش يلا يدي الفضايح يدي الفضايح هنعمل ايه زميلة عايقوله ايه على يدلوك بصوا بصوا يا جماعة بصوا شوفوا بترطلع جربان أباه و جاعد يزل فينا عشان شوية حب شباب وبعد جداه يطلع جربان في الآخر يا وجعتك البيضة فاللي بيدين يا ابني هو شخص بيداري على خطيئة جواه لكن الطبيعي يمشيل ان كل الواحد ما يزداد في القداسة وينمو في النعمة بيبقى شبه الرب يسوع المسيح ويزداد في الاتضاع والوداعة مش في الكبرياء والإدانة ولسه موضوع الكبرياء والإدانة يا ابني ده موضوع طويل وخطير هناخده قدام شوية لما نتكلم عن الفار الميت لكن لحد ما نوصله حول الإدانة لصلاة ازاي يا ابونا حول الإدانة لصلاة يعني لما تشوف حد بيعمل حاجة غلط يا ابني بدل ما تدينه وتنتقده وكده هو مش هيستفيد حاجة ولا انت حتستفيد الأفضل يا ابني صليله على شر ربنا يساعده ويحفظك انت كمان من الإدانة كده تمام لما تحارب بالكبرياء أستخدم قانون الاتزان الروحي ولما تحارب بالإدانة أحول كل تفكير بالإدانة لصلاة تمام أصلي للأنا بدينه ده مش أدينه ماشي طب فيه استفسار يا ابونا فضل أنا بصلي بالأجباء كويس طيب لكن لما باجأ صلي صلاة رتجالية ساعات برتاجة يعني بتلقك لك مش بعرف مفيش طريقة تسهل الموضوع ده شوية فيه طريقة عملية وبسيطة جدا يا مشيل تساعدك في صلاتك الخاصة انك تقسم الصلاة ثلاث حاجات شكر واعتراف وطلبة أول حاجة شكر يعني تشكر ربنا على محبته ليك وعنايته وساتره عليك وكمان يا ابني اشكره بالتفصيل على أمور انت طلبتها منه واستجابها حتى لو على أمور بسيطة أو تفه مفيش يا ابني حاجة خالص تشكر ربنا عليها لا في كتير طيب تاني حاجة بقى توبة اعترف بكل خطيئة انت عملتها واطلب غفران ربنا ليك اعتذر له وقول له يا رب أنا آسف يا رب سمحني أنا غلطت في كذا وكذا قول على خطيئك بالتفصيل وسق ان الله حنون جدا يا ابني لما حتقول له على خطيئك مش هيزلك أبدا ولا يحتقرك لكن بياخدك في حضنه ويغفر لك كل خطيئة ويخليك طاهر ويقدسك تماما يا ابني النقطة دي حلوة قوي 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 وجربتها في مسألة ضبط الزوايا بتاعك كل يوم ايوه طيب تالت حاجة يا ابونا في الصلاة الارتجالية اقول لك يا ابني تالت حاجة هي الطلبة ودي تلت حاجات طلبة روحية وطلبة مادية وطلبة من أجل الآخرين طلبة روحية يعني تطلب حاجات روحية زي المحبة الطهارة للتضاع الحكمة الامتلاء من الروح القدس وان الله يعلمك الصلاة نفسها وازاي تصلي وطلبة مادية انك تطلب احتياجاتك المادية ودي حاجات كتيرة جدا يا ابني اه دي مفيش اكتر منها لكن ربنا مش هيزهق او يزعل مني يعني ان انا بطلب حاجات مادية اكتر من حاجات الروحية ده طبيعي في بداية الحياة الروحية يا مشيل حتكون طلباتك المادية اكتر ومع النمو الروحي حتلاقي نفسك بتطلب طلبات روحية فالموضوع بييجي تلقائي مش بالعافية يا ابني ايوه اما تالت حاجة بقى طلبة من اجل الآخرين من اجل الآخرين اطلب من اجل اسرتك كل واحد باسمه وباحتياجه من اجل اصدقائك واقربائك من اجل الكنيسة والخدام من اجل بلادنا ان الله يباركها والعالم كله ان الله يديله سلام وخلاص بمعرفة رب المجد يسوع المسيح يا ده كده فيه كلام كتير ممكن يتقال كنت فاكر اني مش هلاقي حاجة اقولها يعني طالعا الموضوع سهل بس محتاج نظام دلوقتي بقى يمشيل نلخص اللي قلناه النهاردة النهاردة هي بنتكلمنا عن المرحلة التانية في الحياة الروحية وهي مرحلة التعود او الانتظام قلنا اول حرب فيها هي حرب الاكتفاء ايوة اني اكتفي بالتلاوة من غير فهمة او تركيز اه طب دي بقى اتغلب عليها ازاي اهتم بفهم كل كلمة بقولها واعرف ان الله بيركز معايا مش بتكلم انا في الهوى يعني طب الحرب التانية هي حرب الفطور والملل دي بقى اتغلب عليها ازاي بتغيير صورة الماضي والتركيز على انه الله حبيب ملوش مسيل مش بس اب ولا ام اصلي صلاة يا ربي يا حبيبي حلوه او دي يا ابونا في الفترة دي اصلي قليل قليل وبالي احتياجات الحرب التالتة يا ابني هي حرب المجد الباطل والادانة ودي اصعبهم ربنا يحمينا منها دي بقى بنتغلب عليها اه قانون الاتزان الروحي تمام وان احنا نحول كل ادانة لصلاة من اجل الشخص اللي كنا بندينه تمام طيب ايه بقى تدريب النهاردة تدريب النهاردة يمشيل يا ابني إنك تبدأ تعمل نظام سابت لحياتك الروحية أيوة الساعة البيولوجية يا ريت نفسي بقى فيه نظام سابت يا بونا عشان أقدر أنمو أستمر زي ما قدسك قلت الخطوات العملية بقى عشان أعمل النظام الروحي ده قولها لي كده أقول لك يا ابني أول أسبوع تصلي أبانا لذي الصبح وبالليل وتقول اعمل يا رب نظام في حياته الروحية مع صلاة يا رب يا حبيبي اللي هي كل يوم الصبح تقول صباح الخير يا رب يا حبيبي وحشتيني يا رب يا حبيبي برك في اليوم النهاردة يا رب يا حبيبي وبالليل يا ابني تقول سمحني إن كنت زعلتك النهاردة يا الله يا حبيبي خلي بالك مني وانا نايم يا إلهي يا حبيبي تصبح على خير يا حبيبي بس مش كده ألاقي لابونا كنت فاكر قدسك هتقولي على مزامير وصلوات من الأجبية بقى وكده طبعا يا ابني حنتكلم عن ده لكن خطوة خطوة يا مشيل إحنا بنتكلم على نظام حتستمر فيه طول عمرك يا ابني فلما تنم فيه خطوة خطوة حتقدر تكمل فيه تاني أسبوع تزود فلنشكر سنع الخيارات الرحوم الله وتبدأ في الصلاة الارتجالية زي ما تعلمنا شكر وتوبة وطلبة روحية ومادية ومن أجل الآخرين وتستمر يا ابني لمدة شهر ماشي طيب بعد الشهر ده فيه حاجة؟ لو انتظمت يا ابني بعد الشهر حنبدأ نزود شوية شوية كل شهر وكمان ما تنساش الانتظام في قراية الكتاب المقدس زي ما تعلمنا أه طبعا وباقي التدريبات اليومية ما تنساش ترنيمة الإسبوع ده يمشيل وهي من سفر إشعياء صحاح خمسة وخمسين آية ستة بتقول اطلب الرب مدام يوجد ادعوه دوما فهو قريب يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثره شدة أحبائي وأعزائي أبائي وإخوتي في المسيح أبناء الكنيسة المحبين للصلاة وللحياة الروحية لنا رجاء أن تصل كل هذه الحلقات مجانا لكل شخص مسيحي فإن كانت هذه الحلقات سبب بركة في حياتك لا تتردد أبدا في أن توصلها لكل أحدائك وأصدقائك وشعب كنيستك عن طريق النت أو الموبايلات أو بأي طريقة مناسبة وإلى اللقاء يا أحباء الأفاضل في الحلقة القادمة من مبادئ الحياة الروحية وإلهنا الصالح نسأل أن يحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوزوكسية وحياة أبينا الورع قداسة البابا المعظم ساحب الغبطة والقداسة البابا تودروس الثاني ولإلهنا القدوس كل المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر